بَرْهَامُ بَاءٌ وَرَاءٌ أَلِفٌ ثُمَّهَا مِمٌ مُجَلْ فَيْدُ تِيجًا جُخْنُّ نُيْنَا بَاءٌ أَلِفٌ ثُمَّهَا مولانا الشيخ الاسلام وصعدة الأنام ومبركتها الشيخ الاسلام الحاجي إبراهيم نيس ابن الشيخ عبدالله نيس بسم الله تبارك وتعالى في هذه الجلسة المباركة أسمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتذكر رجلاً من رجال هذه الحضرة رجلاً من كبار أولاد الشيخ إبراهيم نيس رضي الله عنهم الذين نالوا رضا الشيخ ودعاءه وضمانه أتذكر رجلاً من رجال المسلمين الذين رفعوا الإسلام قولاً وفعلاً وعملاً وحالاً أتذكر رجلاً من رجال هذه الأمة المحمدية الذين الذين سعوا فيما يرضي الله تبارك وتعالى في الشرك والغرب وأعني والدي العزيز الشيخ المخترم العالم الجليل العارف بالله الواصل المتحقق المتمكن الرأسق في تمكينه سميل ختم التجاني نجني مولانا الشيخ إبراهيم نيس رضي الله عنه الخليفة المرحوم ربوطة الشيخ أحمد التجاني ابن مولانا الشيخ أحمد نيس رضي الله عنه إن سيدي شيخ مجد تجاني رضي الله عنه دجدير ب أن نوح بذكره وأن يشاهد بأمره وأن نذكره ليل نهار وأن نقتل بالأخرى سيدي الشيخ أحمد التجاني ابن الشيخ إبراهيم نياس من أولاد الشيخ إبراهيم رضي الله عنه ولد في كوسي وما أدراك ما كوسي كوسي منبع الفيضة التجانية كوسي مقر تجليات ظهور مظهر الشيخ إبراهيم رضي الله عنه الذي نفع الله القاصي والداني فكثر الفتح في زمن الشيخ إبراهيم كما بشر بذلك مولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه ولد في كوسي وترعر على مدينة الشيخ إبراهيم في مدينة باية التي سميت في مدينة رسول الله وهي توأمة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول العارف بالله رحب السلام ورحمة الله سيدي الشيخ محمد أبو ناصر الحرباوي رضي الله عنه ورحمه كان يقول أن مدينة باية هي توأمة مدينة المنورة تلك المدينة المباركة التي قال الشيخ في حقها صرى لها سر مدينة النبي خفصها تنفي بلا تريم إنها مدينة باية الشيخ أحمد التجاني إبراهيم تربى على أيدي الشيخ إبراهيم وحفظ القرآن حفظا بيدا كما تعلم العلوم اللدنية وتلقاها عن الشيخ مباشرة وتعلم العلوم النقلية عن الشيخ وعن بعض ورسة الشيخ تجاني رضي الله عنه في هنا وفي ما شاء الله كان كثير التسفار عن إذن صاحب الفيضة الذي قال قد جاء إذن بالسياحة فها أنا أسير أقتفي زوينها رفقني من كولخ الأمين فهو أمين الله لا أمين السر يسري مع الإذن كما قال الشيخ مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه وقال تعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مجمرا إذن سيدي الشيخ أحمد التجاني إبراهيم ياس كما بدأت حديثي رجل وإن الرجال لقلة في هذا الأصر الذي تقهقر المسلمون فيه تقهقرا عجيبا كما قال الشيخ في إحدى أسير أقتفي زوينها رفقني من كولخ الأمين فهو أمين الله لا أمين السر يسري مع الإذن كما قال الشيخ مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه وقال تعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مجمرا إذن سيدي الشيخ أحمد التجاني إبراهيم ياس كما بدأت حديثي رجل وإن الرجال لقلة في هذا الأصر الذي تقهقر المسلمون فيه تقهقرا عجيبا كما قال الشيخ في إحدى خطبه وأقبل الناس إلى الدنيا إقبالا كبيرا وأصبح الأمر معكوسا فكان الشيخ أحمد التجاني من الذين لم يغيروا ولم يبدلوا منهج الشيخ رضي الله عنه الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ إذا صار خير الناس سلت وراءه وإن حل يوما فالمسير بعيد كان الشيخ أحمد التجاني مقلدا للشيخ إبراهيم تابعا له من أتباعه المخلصين مريدا له مريدا صادقا مخلصا في حياته وبعد ممات الشيخ وانتقاله إلى برزخه العلا كان الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه قوية القامة قوية البنية كان قوية الإيمان كان قوية الإرادة كان قوية العزيمة صاحب عزيمة وحزم كان رجلا لا يتردد في خدمة الشيخ رضي الله عنه لحظة فيه كرس حياته في خدمة مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه الذي قال إن الذين خدموني نالوا مرادهم سعادة ومالوا من عاش شاهد عيانا ومن مات يفز وذاك كل زمني والموت لا يضر من قد سعداء بل هو راحة لمن قد رشد ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بفتان إذن سيدي الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه عرف بمحبة الشيخ كأنه يعني يعني استغرق وغرق في بحر محبة الشيخ رضي الله عنه ولم يفق لحظته حتى توفيه غرق في بحر خدمة الشيخ فكان ديدنه وشيمته وعنوانه محبة الشيخ والدفاع عنه في الحضر والسفر بعلمه وهمته وشجاعته وهيبته وشخصيته الفذة وبإرادته القوية وبسباته على الحق سيدي الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه من الذين قال الحق تبارك وتعالى في حقهم رجال رجال صدقوا ما آهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديره عاش كريما عاش جليلا عاش رحيما بالناس عاش سندا للفقراء والمحتاجين كم تبرع سرا وجهرا إلى من يستحقونه في قاص من البلاد والداني منها كم عان ملهوفا كم أغاز مستغيسا كم وكم 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 وهو كان رجلا كريما سخيا كل ما للكلمة من معنى منذ رعونة الشباب كان قويا وسخيا حتى لقي الله إن سيدي سيحمد تجاني شيخ إبراهيم ياس من إنجازاته أنه عليكم السلام كان من الذين ساهموا في تربية الشباب الجيل الجديد بالهمة والحال إن تربية لأنواع فهو كان يربي قولا وعملا قال تعالى أتأمرنا الناس بالبر وتنصون أنفسكم وأنتم تكرون الكتابة أفلا تعقيدون كان رضي الله عنهم يساعد الشباب الذين يحبون العلم كان يسجعهم كان يدعمهم ماديا ومعالميا كان خادم للقرآن الكريم كم تبرع لحافظ قرآن أو حافظة كتاب الله كم تبرع لمعلم قرآن أو معلمة كتاب الله كم تبرع وكم جمع حوله المعلمون الذين الذين كان يساهم في معيشتهم واستقرارهم المعنوية والحسية كان سيدي شيخ أحمد الشجاني رضي الله عنه كثير الأصدقاء من خيال الناس في الشرق وفي الغرب خاصة في سنغال وفي موريتانيا بالأخص وفي نيجريا بالأخص فلقد كان رجلا مرغوبا فيه لا كل من رآه أهابه وأحبه وحاول إكرامه إن استطاع كان رجلا إذا دخل قرية أصلحها ولم يرسدها كان رجلا إذا دخل قرية أقبل الأغنياء والمستغيثون إليه كان رجلا إذا سعى فتذكر الشيخ إبراهيم رضي الله عنه إذا خطأ فتتذكر خط الشيخ رضي الله عنه كان رجلا إذا نكس رأسه أو رقبته تذكر وتتذكر بالشيخ رضي الله عنه كان رضي الله عنه إذا أخذ موقفا تتذكر الشجاعة الشيخ والشجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بطل في زمانه كان يعين طلبة العلم أذكر على وجالها أن سيدي ومولاي الشيخ أحمد جانريلانو زار جمهورية مصر العربية القاهرة في نهاية التسعينيات وكان يهتم في بداية الفين زار القاحرة وكانت زيارة تاريخية لن نمساها أبدا أقام معنا أياما أياما عمرت بذكر الله تبارك وتعالى والحياء وظيفة وحضرة الجمعة وأمرت أيضا في خلوات الخمس وأمرت بلقاءات صرية وجهرية فيما يشحظ همم أصحاب الشيخ والطلبة كان كثيرا ما يذكرنا بالشيخ أحمد التشاني إبراهي من يسا عليكم السلام ورحمة الله الشيخ أثمان هو الذي بسببه سجلت هذا التسجيل المتواضع على وجاله وأعتذر عن التأخير لكنني أشكروه على أن جعلني مساهد معكم في هذا الحفل المبارك في الحقيقة الشيخ متجاني الله تدير التقلبات التي تسعى إلى كذرة ما له من المزايا وما له من الشيام وما له من الخصوصيات التي انفرد بها هو ومن لفه وهم كل يعدون بالأصابع في كل قرنين وفي كل زمنين ومن رجال الذين يعني يعني آهدوا الله ولم يخلفوا عده في الشيخ أحمد التجاني إبراهي الناس قبل أن يتولى الخلافة سعى وراء إخوانه بإصلاح ذات بينه وبإعطاء لك الذي حق حقه كما وصى الشيخ رجال كبير يرحم صغير وصغير يوقع كبير إنه آية عظيمة في حال النتال العظيم حكا لي يوما أن الشيخ إبراهيم ناداه يوم وقال له منهما إخوتك الكبار الأكبرين قال الحاج عبدالله وشاء أحمد قال له عليك باتباعي ولا تخالف ما أدل كن وراءهما وكن في فهمت قال لي منذ أن أمرني الشيخ بذلك لم أتردل في ذلك ولما شاء الله الولي العلي القدير الفعال المهرين أن يتربع في كرسي خلافة الشيخ رضي الله بعد أنه قال الشيخ أحمد دام إبراهيم ناداه إلى رحمة الله وليا البرزخ إلى علاء بدأ سيدي أحمد التجاني في صورة عشيبة في صورة تذكر دائما بالشيخ في صمت حال له عليك باتباعي ولا تخالف ما أدل كن وراء هما وكن في فهمت ما أعلم منذ أن أمرني الشيخ بذلك لم أتردل في ذلك أبدا ولما شاء الله ولي العلي القدير الفعل لم أرد أن يتربع في كرسي خلافة الشيخ رضي الله بعد مقال الشيخ أحمد دام إبراهيم ناداه إلى رحمة الله وليا البرزخ إلى علاء بدأ سيدي أحمد التجاني في صورة عشيبة في صورة تذكر دائما بالشيخ في صمت طويل والشيخ يقول ويجبني الصمت الطويل إنه دليل على العرفان والحال يخبر ويخبر فبدأ في ذاته وفي ملامحه لمن راقبه في الباطن حقيقة ترى أنه النور تشحشع في في جبهته وفي ذاته كأنه لول مكلوم كان دائما يحس على المشاورة كم تمنى ذلك أن يتسع أكثر فأكثر في هذه الحضرة وكان كثيرا ما يتروا هذه الآية المباركة وأمرهم صورة بينه إذن وهو رجل مسلم سني تجاني سوفي عارف بالله واصل يتمكن راصف من أفراد هذه الأمة المباركة من بعضهم وحسهم على طلب وكان لا يفرق بين ولد صربه وأولاد إخوته وأولاد تلمنته كان مأوا للعافين كان مأوا للمحتاجين كان مأوا للفقراء والمساكري كان رجلا متلبسا بالسطر الجميل ولا تسمعه في مجلسه يختاب ويقول ما لا ينبق ليس ما قد يقال فيه مغنى والذي لا يقال ليس يقال كان كثير الصمت كان شديد الحياة والحياة من الإيمان صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحياة من الإيمان في الحقيقة فقدنا رجلا عظيما فقدنا شخصية بارزة عالمية فقدنا رجلا كريما سخيا جوادا فقدنا رجلا نال وحظي برد الشيخ رضي الله تعالى فقدنا رجلا خدم الشيخ رضي الله تعالى أتقيت معه في المدينة المنورة وما أدرك من المدينة المنورة وفي الكسيرة مباركة المحمدية التجانية الإبراهيمية قد لا أتطرق لها خوفا من الإطارة ولما فيها من أمواج الشوق والمحبة رسول الله تعالى قد يرمينا إلى وادي الحيرة أصد الله وأن يفتح لنا فتحا كبيرا بركة هذا الرجل المبارك وبركة والده والشيخ الشيخ المؤمن الشيخ رحمة سليلان ذكر الصالحين تكفر الزنوب فبذكره تتنزل الرحمة أسأل الله أن ينزل رحمته علينا وعلى أهل نيجيريا أحبابه أحباب الشيخ وعلى أهل موريتانيا أحبابه أحباب الشيخ وعلى أهل نيجر أحبابه أحباب الشيخ وعلى أهل وعلى أهل كولخ وعلى أهل مدينة وعلى أهل دار وعلى أهل يعني أحباب الشيخ حيث ما قطره إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى لقاء آخر إن شاء الله في سيرة سيدي أمولايا الشيخ أحمد التشاني شيخ إبراه مصر الآن وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين وصميم وصميم على رسول الله والسحب وإيماني بالله وبرسول الله صلى الله وعلى أهل أشهد أن لا إله إلا الله وإشهد أن محمد رسول الله الله مصلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغرق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى أهل حق خدره ومقداره العظيم سبحانه ربك لفزتي أما يسفون وصلا لاما المصرين الحمد الله رب العالمين برها مباون وراون ألف ثمها ميمون مجل فائد تيجان جوخ نيوين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر